نرجع عليه السوبرستار محمد صلاح طيب نشوف اللي بعد كده يلا نخش على محمد صلاح بقى محمد صلاح النسخة المعدلة بتاعت منتخب مصر سبابها اتنين روي فيتوريا والدور طبعا كل اللعيبة بتأدي دور في ده لكن اللي بيعمله محمد صلاح ده الجديد وفيه نقطة وهمة جدا يا كريم وهاخذ منك دقيقة بالضبط اتكلم فيه قبل وروح لحمد صلاح دقيقة واحدة الكونفرجن ريت معدل التحول ده مصطلح جديد بقى يحط كل المدربين في العالم اللي بيشتغلوا على التحول او بيشتغلوا على الكاونترز او على الهجمات المرتدة بشكل كبير انا هوريك حالتين في الشغلة بتاعة محمد صلاح من اول ما الكرة كانت معايا استلمنا الكرة لحد التزديدة اما بالتسجيل او بالتصويب على المرمى حتى لو لم تسجل كم سانية كريم 11 سانية اقولك على مفاجأة الثلاث هجمات اللي تعملوا بالشكل ده الثلاثة 11 سانية يعني ما بتاخدش عشر بتاخدش اتناشر بتاخدش تلاتاشر الثلاث هجمات اللي تعملوا بالتحول بالشكل ده كونفرجن ريب باس اتنين تلاتة اربعة اللي اربعة من اول اللمسة للتسديد 11 سانية الظهور في المكان في 11 سانية الكهاز بتاعك ده اتنكوش بس على فرقة بيدراء بيب جورديولة طبعا اقول انه جمه العناصر انك تحافظ على الردة بالزبط يعني لا وان السرعة بتاعت اللعيبة الارتداد والترانزيشن التحول من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية انا بدفع بتسعة تحت الكرة وبعدين لما الكرة تبقى معايا وبعمل التحول اللي اربعة فوق او خمسة فوق ده محتاج شغل بدني وشغل تكتيكي والتزام غير طبيعي كمل لي بقى فريم 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 انا عارف في الوقت بيجري منك كمل تريزيجي دي الكرة هنا مع تريزيجي في اقصى اليمين تريزيجي بدأ المباراة يا كريم في الجناح الشمال الكرة راح في وسط الملعب باس محمود حمادق باسي هنا لصلاح الكرة هنا مع صلاح اللي عليه الهايلايت ده ده محمد صلاح بص يا كريم تريزيجي اللي عمل الباس في وسط الملعب اللي عمل الباس ده في العمق في وسط الملعب بص تريزيجي موجود فين وكمل كنا بنجي نشرح هنا عشان كده شبهتوا لك بلعب النادي الالي في بعض النقاط يا كريم. انه كنت بقول لك ايه اول اول ما جناك كلمني هنا على كرة كنت بقول لك ايه باس موف باس موف الراجل يقولون في التدريب باسي وتحرك. لان دي مشكلة اللعب المصري. فرج على تريزي جي اللي عمل الباس في وسط الملعب. وهو اصلا مكان وجناح شمال وعمل السويتش مع محمد صلاح. وده الدور. ده الحركة اللي عملها. ودخل تريزي جي الباس اللي عمل محمد صلاح. في دي كلها اللي خلقها هو تحرك تريزي جي. ورؤية محمد صلاح. انه يحط الكرة في دي. استلم تريزي جي بشكل جيد. صوب بشكل جيد. لكن طبعا. يعني اعرف طبعا ناس كانت منتظر ان الكرة تخش لكن في واحدة تانية طبعا ده يقعد تريزي جي برضو بشمله. وتيبو كورتوا. بقى. ما هو المقافل عليه. مش مقافل عليه. ده في الانفراد اللي كان لحضت. برضو هو بيدعب على تيبو كورتوا يعني. طيب. نروح ليه الحالة اللي بعدها. حالة الجول. كمل. كمل شغل محمد صلاح الاول. بص دي تصويبة طبعا. وشالها كورتوا. بص الرجل نازل قافل. قافل. منتظر قافل كل حاجة. منتظر الكرة تلعب له فين. وشالها طبعا بيشمر. كمل بقى. كمل الحالة اللي بعدها. يلا. هنا محمد صلاح فينا يا كريم. في وسط الملعب. دي الكرة دي شوت التاني. احنا بنخرج بالكرة. بص محمد صلاح المفروض انه الجناح الايمن. الكرة هنا مع اكرم توفيق في اقصى في اقصى الظهير الايمن. في اقصى الملعب ناحية اليمين. اعمل الباص وشوف استلام محمد صلاح. يلا. هتتعامل هنا الباص للمحمود حمد الاول. محمود دي دي لقطة الجول يا كريم. وهتتكرر تاني بنفس الشكل. استلم الراجل. باص. استلم محمد صلاح. هاتل محمد صلاح والتحرك. بص واقف هنا. التحرك بتاع تريسجيه كريم. اللي شوفناه في الشوت الاول. الفاص اللي شوته من الناحية العكسية. هنا تريسجيه بيعمله من مكانه المعتد من ناحية الشمال. كمل الفريم. كمل الفريم اللي بعده وتحرك تريسجيه. طبعا. طبعا نقطة ضعف المنتخف للجيكو والسرعات. كمل تاني لحد ما الراجل هيروح ويسجل. كمل فريم اللي بعده واللي بعده. الراجل هنا سبق. عمل السبرينت. فينيشنج. ممتاز. وهنا اثني على تريسجيه. كانت مشكلة تريسجيه الازالية بيعمل كل حاجة في الدنيا. ممكن بس معلاش نرجع للصورة اللي قابل دي. اللي قابل دي. الصورة اللي قابل دي واللي قابلها. كمان اللي قابلها كمان. اللحظة اللي كان صلاح هيسلم فيه الكورة. كمان. اللي قابل دي. مصطفى محمد. ده اللي انا كنت قوله لك في بدائل. ما انت سألتني على مصطفى. اه. وقلت لك. اشراحة بعد اذا جيم عشان الناس بتبقى مستنية من الاستراكة بتاع منتخة مصطح دي. انه بس يسجل. انه بس يسجل. بس الدور ده مهمة اوي. السحبة اللي قابلها كم بتتعامل فينا في امم افريقيا. وكان بتطرى مغارين الشكل كله. وحمد فاتح بيرجع علشان يستلم الفيرود. هنا انت بتعمل تفريغ. وبتخلق مساحات بمصطفى محمد. بانه يسحب بينزل معه السنتر باك الاساسي بتاع منتخب بلجيكا او اولدربلد. ينزل تعاه هو هو اوفيرتونخين. واحد ملتين دايما هو اللي بياخد الفيرود. ينزل تحت وسط الملعب. فهنا مصطفى نزل في العمق عشان يخلق المساحة اللي هي فضية وراء السنتر باك ده اللي اتحرك فيها محمد التريزيجية. السور دي بقى عشان الناس اللي بقى فاهمها ايه دي سور التدريبات. يعني السور التدريبات ايه? انه مصطفى محمد ورايح وكأنه هياخد الكرة من محمد صلاح. هو مصطفى محمد نفسه متأكد انه مش هياخد الكرة من محمد صلاح. ومحمد صلاح مش هيسلمه الكرة. بس الدور بتاع محمد صلاح. لكن مدافع بالجيكا ما يعرفوش. هو يعني خلى المساحة فضية كل ده لمحمود تريزيجية. وده خلق المساحة. اه. ده شغل مدير فن. خلق المساحة. ده شغل تدريبات مش صدفة. يعني يقول لك كما سرعك نبدا للمصطفى محمد. ما هو مصطفى محمد نفسه عرف. طب مش يمكن صدفة. مش يمكن الكرة دي حصلت صدفة. الله واحد. طب نشوف الصرعة اللي بعدي. يلا. هاتلي الحالة اللي بعدي. هاتلي بعده. يلا. بص. هنا احنا برضو هندور على مين? مين يكيب لير? مين عبيل ياخده? صراح. محمد صلاح. هاتلي الفريمل اللي اول ما صلاح يستلم. يلا. يلا. بص صلاح استلم. كمل. الفريمل اللي بعد اول ما صلاح يلف. يعمل يعمل التر. بص كريم. مصطفى رايح بيقرب. مصطفى بيقطع عشان هو شغلته. اسحب خدر مدافع معك. دور عماد متعب العظيم اللي كان بعمله مع الكافتر حسن شحاته. ابتدى يشتغل بيه مصطفى محمد مع روي بيتوريا. اطلع واسحب المنافس تحركات عماد متعب العظيمة. واحد من افضل اللاعبين في تاريخ مصر اللي كانوا بتحركوا بيعملوا ده. ابتدى مصطفى عملا. مارش ارجع لي فريم واحد كمال. ارجع لي فريم واحد كمال. مش قلت لك ممكن صدفة. صح. مصطفى محمد صلاح واقف في نفس المكان. تريزيجيه بتحرك نفس التحرك قبل ما محمد يطلع للقرى. فرقت في جزء من ثانية. عشان كده دخل تريزيجيه في التسلل. فرقت معاه حاجة بسيطة جدا. تحرك مصطفى محمد. كمل على آآ.. التحرك بتاع تريزيجيه. كمل نفس التحرك خد الرجل في دهر وبنفس الطريقة بنفس الانفراب بنفس المساحة. يبقى من صدفة. صح. يبقى وشغل ومدير فني. اشكر عليه واشكر عليه. المنتخب بالكامل.